اشتركوا في القناة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر وعيتهم لسالدين اشتركوا في القناة 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 يوسف يوسف اشتركوا في القناة 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 حاضر حاضر أنا لم أرى ولم أسمع شيئا من يوزر سيف على الإطلاق مولادي كوني على فقة تامة أنني سأكنو سرك موسيقى موسيقى هل تسمحين لهذه الحمقاء أن تقترحها؟ عليك أمرا؟ لماذا لا تفعلين مثل يوزر سيف فتلجأين إلى آلهة المعبد؟ لماذا لا تقصدين أمون الكبير لتسأليه قضاء حاجتك؟ فالتح يا مولاتي الكبيرة ما الذي جاء بك ليلا؟ لقد جئت لعجل العبادة لقد جئت لعجل العبادة يا أمون الكبير سوف أسخى عليك بالنظرات والهدايا الكثيرة إذا ما أعنتني لكي أظفر بيوزر سيف لا إله لي سوى كأنت ساعدني أنا أحبه كثيرا إنه ملك أنا دفعت الزمنه ذهبا أعني لكي يطيع هذا الغلام أوامري أمون ما الذي حصل يا مولاتي في هذا الوقت؟ أمون يغط في نومه لا يجوز لنا أن نزعجه خلال هذا الوقت المتأخر من الليل أعيدك أنك إذا صليت لأجل كي تقضى حاجتي فسوف أسخى عليك وعلى الإله أمون كان بإمكانك يا مولاتي أن تحضر صباحا لطلب الحاجة سأخذ هذا الصلم معي أمانة أود أن أناجيه وأدعوه الليلة سأخذ هذا الصلم معي سأخذ هذا الصلم معي موسيقى معي سأخذ هذا الصلم معي سأخذ هذا صلم معي حسنا اشتركوا في القناة لا أعلم لماذا لا يعينني أمون ألست واحدة من آلهة معبده؟ سيدتي لو لمعونة الإله أمون لما كنت تنعمين بكل هذا العز والاحترام والسؤدد إنه أمون الذي شرفك على نساء مصر وجعل لك الرئاسة والسيادة على جميع من في القصر لا تنطقي بالطرهات أي شرف وأية سيادة؟ أمون جعلني حقيرة في عيني عبد اشتريته بمالي فاستكثر علي حتى النظر في وجهك كأنما أنا خرق بالي أتنازل عن الرئاسة على القصر والمدينة أنا لا أطلب منه غير أن يطيعني هذا الغلام العبراني يا هلا الغرابة لماذا تبدين كل هذا الضعف من نفسك؟ أنت سيدة هذا القصر وتملكينا يزرسي في العبد يحق للسادة أن يتصرفوا في عبيدهم كيف يشاءون ويريدون لماذا لا تستفيد من سطوتك بدل أن تستجد منه المحبة والعطف؟ أنت محقة فأنا لا يهمني أن أكون معشوقة بعض عبيدي وإنما أريده هو بنفسه وهو لا شك ملك يميني ولن يجرؤ على أن يعصي لأمرا يا آمون الكبير أعني كي أنال هذا الغلام العبراني فإذا جدت علي ومكنتني من نيوزرسيف سأسخى على معبدك بكثير من الهدايا وبالمال الوفير زيني هذه الحجرك أحسن ما يكون التزيين وأعلميني ما تنتهيتي هل يزعجوك صوت ولادي كيسين؟ كلا كنت أمر في الجوار فسمعت صوت بكاء كيسين ما به؟ لما يجهش بالبكاء؟ لا أعلم لقد أطعمته للتو وبدلت له ثيابه أيضا لكنه مع ذلك لا يكف عن البكاء يا للغرابة قبل بضعة أيام مر بنا مباشر القصر يوزرسيف فمسح على رأسه فسكت مسحة يوزرسيف الحانية تهدئ من روعي أي ما الذي تفعله مولاتي هنا في منتصف الليل؟ لعل النوم قد جفاني أنا أيضا مثلك يسين موسيقى 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 يوزرسيف يجب أن يحضر عندي فإذا دخل علي أغلقي الأبواب السبعة كلها وأخرجي تاما وتياميني وكل العبيد والجوار منه السيدة زليخة تطلب حضورك عندها أنت ذهب الآن وسألحق بك إذن سوف أنتظر قدومك عند ممر الأبواب السبعة إلهي لا تذني وحيدا فأنا لناصر لي خيرك توقف يا بني اهدأ هيا اهدأ يا حبيبي ماذا حصل ستيني؟ لماذا يجهج كسين بالبكاء؟ إنه لا يكف عن البكاء أبدا لعله يود أن تمسح عليه بيدك لماذا لم يسكت؟ لعل عدم استقراره كان لسبب خفي ربما كانت روحه شفافة تستشعر مكروها يترصد بنا وهل سينزل بنا مكرهن ما؟ ألي أجل هذا لا يكفوا ولادي كسين عن البكاء؟ ترجمة نانسي القادم تتخبئ ترجمة نانسي للغاية يخيل إلي أن أشياء تجريها هنا وأود أن أعرف تفسيرها أنا أسمع فليقل أحدكم شيئا الويل لنا هذا ما جنيناه من إحساننا إلي هل ترى كيف يراود زوجتك عن نفسها؟ ما هو جزاء من أراد بأهلك سوءا وراود زوجتك عن نفسها إلا السجن أو العذاب الأليم زليخة هي التي دعتني إليها وراودتني عن نفسي أنا رأيته يدخل على السيدة في مخدعها ويراودها عن نفسها يا عالي المقام أعلم أنك سترد علي كل دليل أتك به على براءتي أنت سوف تنحاز رغما عنك إلى زوجك لكي تحفظ ما أوجه أمام الناس ولا أحد يجرؤ على أن يشهد ضد السيدة زليخة خشية أن تطاله شرارات غضبها فتزيق روحه ويصبح نسيا منسيا لا تحصل غضبي أكثر من هذا أنا أبحث عن الدليل والشاهد لكي أعرف أيكما هو المذنب لا دليل عندي لأسوقه على براءتي من الذنب ولا ندمة للك يتشهد زوراً لصالحي إذن أنت مدان ويجب أن تعاقب حكمتم علي بالخيانة من غير دليل لكن الحقيقة لا تعد ما قلته هي التي استدعتني إلى حجرتها ورودتني عن نفسي وأنا لا شاهد عندي سوى الله ربي أنت دخلت على زليخة في خلوتها كالإمامة شهدت بذلك الكل يعرف أن السيدة زليخة هي المطنبة لكن أحد يجرؤ على الجهر بذلك استدعي شاهدك ليحضر إلى هنا ويشهد لصالحك إن الله ربي يرى مقام الساعة ويعلم أنني يفتر عليه وما أعظمه من بلاء أن يتركني وحيداً لا أخال أنك ستصدق كلمات هذا العبد إذا عجزت عن تقديم دليل على براءتك فلن أتوان عن إزهاق روحك من فوري يعالي المقام شاهدت يوزار سيف وهو يجتاز ممر القصر ومن ثم يلاعب كيسين قليلاً هذا الولد الذي تسمعون صوت بكائه الآن بعدها دخل ممر الأبواب السابعة وأغلقها كنت في حجرتي أغلد للراحة فالتفت لأراه واقفاً فوق الرأسي صرخت بأعلى صوتي فإذا به يلوذ بالفرار استدعو لي القائد رودامون يوزار سيف يجب أن يعاقبها هنا ولكن دعيني ترجمة نانسي قنقر عندي من يشهد أين هو؟ من هو الشاهد؟ استدعي ليحضر فوراً حتماً سوف أستدعي شاهداً لا يعرفني ليكون لنصيراً ولا يعرف السيدة زليخة ليكون لها عدواً ولن يتاح له أن يفقه لصالح من يشهد على من يدعي كما أنه من أنسباء السيدة زليخة ويفترض بشهادته أن تكون إلى صالحها هي قل من هو؟ استدعي فوراً ليحضر عندنا قبل أن أقتص منك شاهده هذا الطفل الذي تسمعون صوت بكائه الآن هل تحاول أن تسخر مني؟ أقسم عليك بالإحسان الذي أحسنته إلي أن تبعث ليؤتى بالولد إلى هنا لكي يشهد أن للطفل الرضيع أن يشهد لصالحك هذا مستحيل لا بأس بذلك أحضروه إلى هنا ترجمة نانسي قنقر فليحيا على المقام بوتيفار هذه ابنة عمتي سيتنيه وهذا طفلها قل لهما أن يشهدها كيسين اشهد بالحق قل ما علمك إياه الله الأحد هيا يسين اشهد بالحق أمتفل لأمر الله الأحد وأردد كلماته إن كان قميسه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميسه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين كيف نطقت يا عزيزة أمك أنت أردت أن تخدعيني بدموعي؟ وبكثرة بكائك حقا إن كيدكني معاشر النساء لعظيم وكبير أعتذر إليك من التهمة التي تهمتك بها اصفح عني وعن زوجتي زليخة واكتم علينا هذا الأمر ما حييت أبدا لا يحق لأحد من كن أن يحدث الآخرين عما سمعه وإذا تجرأتن على إذاعة ما حصل هنا فالعقاب عسير اذهبنا ما الأمر؟ ماذا حصل مولاتي؟ طفلا رضيع كيكيسان ابن ستاني نطق بالكلام وفضحني أمام الكل وأن للطفل الرضيع أن يتكلم لكنه فعل ولكن ولكن كيف أتكلم؟ أنا أيضا لا أعرف يوزار سيف طلب إليه أن يتكلم فإذا به يتكلم والأغرب من ذلك أن الرضيع كان ينطق ممتثلا لأمر الله الأحد هذا سحر محر إذا كان ما تقولينه صحيحا فلا يعد كونه سحرا يوزار سيف لم يسحر المقيمين في القصر فحسب وإنما سحر الرضع أيضا لم يكن أحد ليجرؤ على أن يشهد ضد أنا مع در رضيع هذا عمل السحرة يوزار سيف ساحر ويجب أن يعاقب على هذا يكفك لماما ألم تكن هذه الأبواب مقفلة؟ كيف تمكن من الهرب؟ هذا أمر لا يصدق كانت الأبواب تفتح أمامه رغم أنه لم يكن يمسها من تلقاء نفسها قلت لك إنه يمارس السحر هو ليس ساحرا ربيته بنفسي منذ كان طفلا وأعلم أنه لم يلتق بساحر طوال حياته ماذا عن الباب؟ وذاك الرضيع؟ يا ترى من يكون يوزار سيف؟ سيتنا بماذا تأمرني عالي المقام؟ كيف استطاع أن يتكلم؟ فأنا ما زلت غير مصدق ماذا تفعلين هنا؟ لماذا جئت إلى القصر؟ لقد جئت من منفس للقاء السيدة زليخة لم أكن أعرف أن هذا الأمر سيحدث وإلا لما أتيت أنت جئت للقاء زليخة ابنة خالك لا ضير في ذلك أشكرك وابنك غاية الشكر لو لو جدكما لن طلت علي خديعة زليخة ولكنت لوثت يدي بسفك الدماء الطاهرة لهذا الشارع وأنا أيضا لا أعرف كيف استطعت أن تتكلم ليتك رأيت حال زليخة ابن ستة أشعر ونطاق لقد سمعته بنفسي يتكلم كيف سنتصرف إذا ذاع الخبر في كل مكان؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم للقناة المترجم للقناة فإذا بها تركع أمام أحد عبيدها زوجة آمون إله مصر الأعظم وإلهة معبده سلمت زمامها لأحد عبيدها وهو عبد أجنبي كان دأبه رعاية الأباعر هذا عار كبير يتوجب علينا أن نطلع الكاهن الأعظم على المقام الإخماه على ما جرى زليخة وبوتيفار لن يكونا بمأمن من عواقب هذه الجريمة المرعبة أجل فكرامة زليخة وبوتيفار وموقعهما رهن بخواتيم ما جرى ألم أمركم أن تتركوني بمفردي رأيدي للمكان ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر